نوع من الأخذ والرد هل هو فعلا سجال حزبي يعرض مصالح تونس للخطر كما سمعنا من أكثر من قطب حزبي من أكثر من شخصية حزبية أو حتى نواب البرلمان هناك من نواب البرلمان التونسي من يقول هذا يعني فيه مجازة فيما بالصالح تونس هو بالتأكيد ثم استغلال سياسي حزبي لمثل هذه المبادرات هذا شيء واضح تلك الكرامة صعدة في الانتخابات على مثل هذه المواضيع لكن هذا لا يمنع من القول أنه ثم إجماع شعبي وشبه إجماع شعبي على ضرورة محاسبة الاستعمار لأنه لا يمكن أن يدخل الاستعمار يستغل يقتل ثم تراث شعبي في تونسي في المقاومة ثم أغاني تمجد المقاومة المسلحة دغباجي بشير بزديرة خلفة بن عسكر هؤلاء أبطال حرب فرنسا أخذ الأراضي الخصبة في الشمال التونسي كلها لمعامرين فرنسي استولوا عليها بقوة الاستعمار القتل إلى آخر نهب الثروات الطبيعية لتونس كل ذلك القوى الاستعمارية يجب أن تحاسب عليه أولا اعتباريا ورمزيا بأن تعتذر رغم أن ماكرون ذهب في هذا الاعتذار عمد أكثر من تصريح أنه الاستعمار لم يكن جيدا لكن أيضا التعويضات المالية المادية أسر شهداء أسر مقاومين هؤلاء كلهم يستحقون أن ينظر إليهم أنا حسب رأيي المبادرة ستجد حماس في البرلمان لأن الحزاب حتى ولكن كانت غير مقتنعة تخاف من ردة فعل شعبية وهي أنها لا تدعم هذه المسألة حينما تكون هناك وحدة وطنية إذن ثم اتجاه هذا الاتجاه بل ربما يجب فتح ملف اللغة الفرنسية كأرث استعماري في تونس والجزائر والمغرب هذا موضوع تاني أنا أعتقد أنه كله في الأرث في الأرث الاستعماري الفرنسي في المنطقة حسب رأي يفتح جملة وتفصيلا حتى تطوى هذه الصفحة أستاذ ميشيل أبي ناجم هل تشعر أن هناك قلق في فرنسا إذا فتح عليها هذا الباب في دول المغرب العربي نعم كما قلت سابقا بالنسبة لفرنسا هذا الموضوع ذلك الحساسية لأنه إذا استجابت فرنسا لما تطلبه الجزائر اشتركوا في القناة